شعب الذي خرج إلى الشوارع رافع عن تلك المطالب يعني هذا دستوريا أنه نزع الشرعية عن كل تلك المؤسسات نزع الشرعية عن بوتفليق وهو اليوم كان رئيسا ونزع الشرعية عن الحكومة ونزع الشرعية عن البرلمان ونزع الشرعية عن المجلس الدستوري نزع الشرعية لأن شرعية هؤلاء جميعا إنما مصدرها الشعب والشعب قد عبر عن رأيه فيهم وقرر أن يسترجع حقه في السلطة أولا هذا هو حال من قال أنه جيش شعبي متخندق مع الشعب ليس فيه مرتزقة وإنما هم أبناء الشعب يخدمون شعبهم ووطناهم من خلال هذه المؤسسة إن الأمل والمؤمل في نفس الوقت إن الأمل والمؤمل في هذه المؤسسة أن تظل وفية للشعب كما ألزمت نفسها بنفسها قبل البيان الأخير وندعوها لكي تعود إلى ذلك البيان لكي تصحح الخطأ فالمادة 102 تفعيلها ظلم للشعب